السلام عليكم هذا الفيديو هذا مجه للناس نتوع الدقيقة 90 الناس اللي كي قصدت الاخر لحظة ويقول اه ما بريباري توالو ما بقى لياسي ماناونا الموضيل ما عمرني ما عرفتا اش كي يهضر اشنو خاص نندير قبل ما تعرف اشنو خاصك ندير خاصك تعرف بليه كين يجوج الانواع الاساسية كين الاستاذ اللي كي يكون ما يقنع شي شرح نهائيانه الاغلب ينتخذ كو بيكولي ويقرع عليك الكور ولا ما يدير حتى شي حاجة وكين النوع انتال الاستاذ اللي كتلقاه كي يدمر وكي يخدموا الى اخيري هذنها جوج الانواع كي يختلفوا الطريقة باش كي يحطوا الاقزام النوع الاول اللي كي يعجي كوني كي يجير كو بيكولي الى اخيري هاذ النوع هذا كي يكون صعيب تحتد اش بغي يحطه بالضبط علاش؟ حيتاش هو كي يكون المصادر جيروا مختلفين يدركز على المصادر الخارجية المصادر انتو على انترنت تحاول تقلب الاقزام القدامحة لكن تحاول اي حاجة يتعجر غشي اي حاجة ويتأكد بلي دقو سيد ابنه رجيش يضرب مجهود كبير باش يدير احد يعني اكيد غايزهم شي بلاصة يعني اكيد غايزهم شي بلاصة كي النوع التاني والولي هو النوع الى أنتتلقاه كي يخدم بزاف كتلقاه كي يحاول وصل فكرة هاذ النوع كي يخصك تعتام بالضراز اللولى على اشنا نوع المسائل الي كان هضر عليهم بزاف ملاحظة تشوف اخر كاتب الملاحظة وشوف امرأة الامر اذا تركز عليها ويعودها بزاف ونقطة اخرى هو انك يتحرك تمشي كل استرد تشوف الاسترام اللي يتليح يعني انا كين بعد الاساس يمشي بنفس الناس كين ما يبدلو الو كين يبدل بعض التمرين كين يبدل تمرين كين يبدل الاعداد هنا يعني اش بنقول لك خاصك تحاول ما امكان ما غاديش تكون عندك الوقت باش مشي تفهم المفاهيم وتخدم كل شي مطيبة كي خاصك انت تكون تكي وتحدد بالضبط اشناي الفقارات اللي خاصك تخدم فيهم من خلال الاشياء اللي كي يعاود الاستاد ومن خلال طبعا ديال داك الاستاد بالضبط كيفاش داك ومن خلال الاقزام ديال الاستاد ديالك مشي تنمشي يتقلب لي على اي اقزام وتجي تخدمه لا الاقزام اللي تعال الاستاد لغاية تكنت الامتحام